بنفتح قلبنا معاكم وانتو كمان نفتحوا قلبكم معانا من خلال صفحتنا وهنشوف برضو تواصل اكتر واكتر عايزين نتواصل اكتر واكتر مع بعض عندي اشادة ونصيحة عندي اشادة ونصيحة عزيزي جهاد جريشة اشادة ونصيحة اشادة لجهاد جريشة ونصيحة لجهاد جريشة عزيزي اوه تعال عزيزي جهاد جريشا رغم سلة الأرابة اللي بينك وبين نادي الزمالك اللي قالها مسؤولين نادي الزمالك على أن السنافات ما كانش في سلة الأرابة ولا حاجة احنا محتاجين نشوف القيد العائلي محتاجين نشوف القيد العائلي لكن إشادة بيك قديت مباراة قدام النجوم في منتهى الجمال والحيادية ما بين الزمالك والنجوم رغم أن الزمالك كان لول كفة الأعلى الشوت التاني وكان ممكن يترجم سيطرته دي لأهداف لكنك ما تأثرتش أبدا بمحاولات مثلا عن طريق قهرباء أو عن طريق حتى محمود علاء أو بعض الأمور اللي كان فيها ممكن حكام تحسبها لكنها ملهاش علاقة خلص بضربات الجزاء لكنك لم تتأثر فإشهادة بكل قراراتك عزيزي جهاد جريشا في اللقاء يبقى بس هم لقطتين أنت منديالي وأثبت أنت ومحمود البنة لحد دلوقتي أنت ومحمود البنة من أحسن الحكام اللي أداروا اللقاءات كلهم لحد دلوقتي بدون أي حساب لأي لون فانيلا أحمر أبيض أخضر ما فيش كده أنت عشرة على عشرة لحد دلوقتي في كل إداراتك حتى في مبارات اللي أدرتها للأهلي فأنت فعلا تستحق أن أنت تكون في مكانة كبيرة جدا جدا مش على النطاق المحلي كمان على النطاق الأفريقي أتمنى لك أن أنت تخوض مباريات كاس الأمم الأفريقية لحتى المباراة النهائية وزي ما خدت أمم البابطال الأندية الأفريقية في 2014 في واحدة من أصعب اللقاءات وكنت نجم اللقاء بلا نقاش وبلا جدال في نهاية أفريقيا 2014 أتمنى لك أن أنت توصل بالشكل ده بالعقلية بتاعتك ما تعملش حساب لحد ما تخافش من حد ما تقلقش من حد فدي إشادة لإجهاد جريشة نصيحة نصيحة أخ لجهات جريشة في عالم كرة القدم أو في الحياة عمتا القدوة والمثل حلو جميل أن يبقى عندك قدوة ومثل خصوصا لما يكون القدوة ده ما عندوش حاجة مجردة يعني ما عندوش حسابات يعني قدوة يعني الراجل قدوة في كل شيء في القول والعمل والمثال المثال كبير قوي لكن نصيحة ليك ما تخدش حد قدوة يا ابني في الأيام دي خالص القدوة اللي موجودة في الوقت الحالي واحد بيبقى معاه مصطرة بيجيبها كده بيجيبها كده خط ميل زي ما هو عايز وموجود في أمور التحليلية والتاني بيجيب الحالات اللي عايزها والحالات اللي مش عايزها بيعمل نفسه مش شايفة يعني خلاص والاتنين بيصلوا رقعتين شكر أو رقعتين استغفار بعد الحالاتين ما بيخلصوا يعني ينجيب حالات على مزاجنا ينجيبش حالات اللي احنا فيها شك وخصوصا لما يكون طرفها الأهلي فنصيحة مني ما تاخدش نصيح من حد من دول ونصيحة أكتر لكابتن عصام عبد الفتاح يعني كابتن عصام خلي بالك الموضوعات اللي موجودة في الاستدواعات التحليلية ممكن تبقى ضغط عليك ضغط عليك انت جايب لي الصورة دي ليه احنا ما قلناش هنا في قناة الأهلي اللي نجون مصر المقصة بتاع زمالك أوف سايد ما قلناش ما قلناش الكلام ده ما قلناش حاجة خالص اللي ما سيكل في مطش الإسماعيلي والأف سايد ده أنا عايز أقول لكم بقى الكرة دي أف سايد يلا عيشوا بقى الكرة دي تسلل الكرة دي تتسلل ولا مش تسلل يا بتوع المدارس ها تسلل ولا مش تسلل يا محللين يا بتوع الملاعب والنقاد يا بتوع المدارس تسلل ولا مش تسلل تسلل لكن احنا مش عايزين نتكلم على غيرنا في الأمور التحكمية لكن انت عندك حد في الحتة الإعلامية أول ما تقوله الأهلي ممكن يبقى نائم كده وبعد ما تقوله الأهلي يقولك إيه إن المجرم الماثل أمامكم قتل التي والذي وهؤلاء وتلك وانا من رأيي نفزه أقصى العقوبة الإعدام شنقا هو ما بتكلمش على حاجة يعني انت بتكلم على أمور تحللية بس هي الفكرة كلها هو الأهلي بالنسبة له بيجيب له مشكلة يعني الأهلي اسم الأهلي ده ده حقيقة والله العظيمة بهزر أول ما تيجي سيرة الأهلي يعني عفتاح الأصري على طولية إيه لم عفتاح الأصري؟ انتوا فاكرين الأستاذة فاطمة إن المجرم الماثل أمامكم قتل الذي والتي وهؤلاء وتلك وانا من رأيي تخلصونا منه يعني يا يقعد ياخد الدوري بقى ياخد الكاس ياخد ياخد لا مش نقصين بس ما قلناش دي يعني ما قلناش إن كرة الزمالك مع مصر مقصة تسلل ما قلناش لكن هتلاقي في حاجات تانية ناس تقعد تحسب تقول لك إيه نقطتين ثلاثة أربعة خمسة ستة يا عزيزي يا عزيزي يا جماعة الموضوع في الملعب الموضوع في الملعب زي ما قلتلكم الأهلي في الخمسة وعشرين سنة الأخيرة تفوق مش طبيعي رقميا أنا عايز أقول لكم للأهلي قبل سنة تلاتة وتسعين قبل سنة تلاتة وتسعين كان واخد اتنين وعشرين بطول الدوري سنة تلاتة وتسعين يعني أنت بتتكلم من خمسة وعشرين سنة الدوري مثلا كام؟ ده الستين مثلا البطولات ستين الأهلي سنة تلاتة وتسعين كان واخد اتنين وعشرين دوري اتنين وعشرين دوري دوري مقابل تسعة للنادي طبعا على رأسنا طبعا النادي الزمالك مقابل تسعة يعني اتنين وعشرين مقابل تسعة الفاري تلتاشر في الخمسة وعشرين سنة الأهلي خد تمنتاشر مقابل تلاتة فالأهلي في الفترة الأخيرة في الخامسة وعشرين سنة اللي الناس كلها في تقولك الأهلي كان في التمانينات والتسعينات يعني أمور تحكمية فظيعة جدا يا رجل ده انت في التمانينات والتسعينات ده انت حتى مش عارف تاريخك يعني انت حتى مش عارف تاريخك ده في التمانينات والتسعينات كانت من أفضل للقطات ومن أفضل للسنين بالنسبة للناتزة مالك ده من تلاتة وتسعين لحد دلوقتي تمنتاشر بطولة تمنتاشر بطولة فمهم جدا 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 ان احنا نبقى دايما بالراحة بهدوء خليك بارد بالراحة ونتكلم بالعقل والمنطقة وده هيجرنا لحاجة في منتهى الجمال منتهى الجمال انا مبارح على الفكرة